السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون قال ابن جرير يعني بقوله جل ثناؤه ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم وليست اليهود يا محمد ولا النصارى فراضية عنك أبدا فدع طلب ما يرضيهم ويوافقهم وأقبل على طلب رضى الله في دعائهم إلى ما بعثك الله به من الحق وقوله تعالى قل إن هدى الله هو الهدى أي قل يا محمد إن هدى الله الذي بعثني به هو الهدى يعني هو الجين المستقيم الصحيح الكامل الشامل قال قتادة في قوله الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيقول المولى جل وعلا ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم وهذا هو الواقع فقد وقع طبق ما أخبر الله به جل وعلا قديما وحديثا حينما طلب المسلمون رضى النصارى في بلاد الأندلس وتنازلوا لهم وأجابوهم إلى كل ما طلبوا كان من آخر مطالبهم أن طلب رئيسهم الأدفنش أن تلد زوجته في محراب الجامع لهذا طلب يعني ما بقي من المطالب إلا هذا إلى الصلاة التي عمود الإسلام صاروا يصلونها بالإيماء والتيمم بمسح الجدار بحيلة ليست ظاهرة وصل الأمر إلى هذا الحد ثم بعد ذلك في النهاية قتلوهم وشردوهم واستعبدوهم وكذلك المغول والتتار ماذا فعلوا ببلاد المسلمين بعد أن تنازلوا لهم عن جميع أو عن جل ما يريدون إلا أنهم لم يوافقوهم على الرد عن الإسلام واليهود والنصراني لا يرضيه إلا أن تترك دينك وتصير مثله أعطوهم جميع ما يملكون في دمشق وفي النهاية قسمت الأحيا على رأساء العساكر عساكر تيمور فعثوا فيها فسادا ولم يبقى إلا شيء من الزروع فأحرقوها الله جل وعلا يقول لن ترضى عنك اليهود ولا النصار حتى تتبع ملتهم هو الإشكال حينما يتنازل المسلمون شيئا فشيئا حتى يصلوا إلى أن يكون ما بأيديهم شيء لا حل ولا ربط فيكون مع الأسف مآلهم هو مآل من سبق القتل والتشريد والانتهاك والتعذيب ولكل قوم وارث التاريخ كما يقال يعيد نفسه اللي يحصل الآن في بعض أقاليم وأقدار المسلمين هو تكرار لما سبق والذي حصل في العراق ويحصل الآن في سوريا وفي بعض الجهات ليبيا وبعض الجهات الأخرى المقصود أن هذا إذا قرأنا التاريخ وجدناه صورة طبق الأصل لما حصل لأسلافهم من قبل وهذا ظاهره الشر المحض وفي خفاياه خير يعني في البوسنة والهرسك في حرب قبل عشرين سنة حصل للمسلمين من الضرر ما حصل لكن كان الدعاة الذي يذهبون إلى تلك الجهات يقول ليس فيه من الإسلام إلا الإسم الصلاة ما يعرفون قل رأيت رجلاً كبير السن كث اللحية البيضاء يبيع السمك وبين يديه مصحف جوامعي مصحف الجوامع الكبير القطع الكبير فإذا بع سمك قطع ورقه لفها وعطاه الزبون ويكرر لا إله إلا الله محمد رسول الله أنه انصرف الناس عن دينهم وأبعدوا وجهلوا أبجديات العلم الشارعي ثم بعد هذا حصل ما حصل من الضرر الكبير الواضح لكن النتيجة أن عاد الناس إلى دينهم ولو يقال إنهم على منهج السلف الصالح على طريقة الصحابة لكنهم أفضل بكثير من قبل وعسى أن تكره شيئا ويجعل الله في خيرا كثيرا وليس معنا هذا أننا نهون من شأن ما يحصل لإخواننا في أقطارهم لا ولا نتمنى لقاع عدو لكن هذا الحاصل حصل ما كتبه الله جل وعلا عليهم وفي النتائج الله أعلم ماذا يكون لكن في البلدان التي حصل فيها القتال مثل البوسن ونهرسك رجع الناس إلى دينهم وصاروا أفضل مما كانوا عليه ونرجو أن تكون الأحوال أحسن إن شاء الله وأن تنتهي هذه الأزمات على خير وأن يعود الناس إلى رشدهم ودينهم ويعرفوا قدر عدوهم وأنه لا يرضيه شيء أهما تنازلوا ما يرضون يقول الله جل وعلا ومن أصدق من الله يقيل ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم يقول وليست اليهود يا محمد ولا النصارى براضية عنك أبدا فدع طلب ما يرضيهم ويوافقهم وأقبل على طلب رضى الله في دعائهم إلى ما بعثك الله به من الحق قد يقول قائل لماذا لا ننابذهم ونرفض كل ما يطلبون لكن هل لدينا قدرة على أن نفعل ذلك الآن في الوضع الراهن ليست لدينا قدرة فما لنا إلا أن نسدد ونقارب نجعل رضى الله جل وعلا هو الأصل وبين أعيوننا والأمور التي المفاسد التي يدرأ بها ما هو أعظم منها ارتكابها أمر مقرر في الشريعة والمصالح التي يتجاوز بها ما دونها تطلب فارتكاب أخف الضروين وتحصيل أعلى المصلحتين من الأمور المقررة في الشارع فعلى التسديد والمقاربة أن يصلح كل فرد مننا ما بينه وبين ربه ليصلح ما بينه وبين الناس وليبدأ بنفسه أولا ثم بمن والله الله عليه وبهذا تحسن الأمور وتصلح إذا رجعنا إلى الله جل وعلا نعم قال قتادة في قوله قل إن هدى الله هو الهداء قال خصومة علمها الله محمدا صلى الله عليه وسلم وأصحابه يخاصمون بها أهل الظلالة قال قتادة وبلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول لا تزال طائفة من أمتي يقتتلون على الحق يقاتلون 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 على الحق لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله قلت هذا الحديث مخرج في الصحيح نعم قلت هذا الحديث مخرج في الصحيح عن عبد الله بن عمر ولئن اتبعت أهواء وعن غيره من الصحابة نعم ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير فيه تهديد ووعيد شديد للأمة عن اتباع طرائق اليهود والنصارى بعدما علموا من القرآن والسنة عياذا بالله من ذلك فإن الخطاب مع الرسول والأمة مراده وقد استدل كثير والمراد لأمته نعم فإن الخطاب مع الرسول عليه الصلاة والسلام والأمر لأمته لأن ما في الآية من الشرط والجزاء الرسول عليه الصلاة والسلام معصوم منه فهذا من باب تحذير الأمة إذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام هو المعصوم يوجه إليه مثل هذا الخطاب مثل قوله إليه أن أشركت لا يحبطن عملك هو معصوم عليه الصلاة والسلام من الشرك لكن الذي يسمع هذا الخطاب الموجه له عليه الصلاة والسلام من أمته يحذر ويخاف نعم وقد استدل كثير من الفقهاء بقوله تتبع ملتهم حيث أفرد الملة على أن الكفر كله ملة واحدة كقوله تعالى لكم دينكم وليدين فعلى هذا لا يتوارث المسلمون والكفار وكل منهم يرث قرينه قريبه وكل منهم يرث قرينه قريبه قريبه وكل منهم يرث قريبه سواء كان من أهل دينه أم لا لأنهم كلهم ملة واحدة وهذا مذهب الشافعي وأبي حنيفة وأحمد وأنا عندي قرينه لكن هذا صحيح ها هل هو صحيح نعم وأحمد في رواية عنه وقال في الرواية الأخرى كقول مالك إنه لا يتوارث أهل ملتين شتاء كما جاء في الحديث والله أعلم لكن أصحاب القول الآخر مالك وأحمد في رواية كيف يجيبون عن الآية حتى تتبع ملته مفرد مضاف والمفرد إذا أضيف يعم إذا أضيف المفرد يعم رب يغفر لي ذنبي تقصد ذنب واحد ولا جميع الذنوب جميع الذنوب لأنه مفرد مضاف قد يرضى يرضى دينه مردنيا مع واطف هذه الصغيرة هو برضى شرعي لأنه أحسن إليه هو قد يرضى اليهود والنصران دين المسلمين ولا يستطيع أن يعتنقه لأمور أخرى هذا الذي يمكن أن يرد يقول الله يعجب دين المسلمين كما كان من أبي طالب أبي طالب أثنى على دين محمد وقال في قصيدتي المعروفة ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دين وش المانع لو لا المذمة أو حذار مسبة لوجدتني سمحا بذاك مبين فالذي منعه هو خوف الذنب والمسبة وإلا فقد رضيه لأنه عرفه من قرب اقتنع به لكن منعه من ذلك في قوله هو على ملة عبد المطلب أن الرغبة عن ملة عبد المطلب تشق عليه كما تشق على نظرائه وأمثاله نسأل الله العافية على كل حال هو رضي وقد يوجد في اليهود من يرضى لكن الكلام على العموم العموم نعم وقوله الذين آتناهم الكتاب يتلونه حق يتلونه حق تلاوته قال عبد الرزاق عن معمر عن قتاده هم اليهود والنصارى وهو قول عبد الرحمن بن زيد بن أسلم واختاره بن جرير وقال سعيد وقال سعيد عن قتاده هم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي قال حدثنا إبراهيم بن موسى وعبد الله بن عمران وعبد الله ابن عمران عندي ابن عمران الأصبهاني قال حدثنا يحيى بن يمان قال حدثنا أسامة بن زيد عن أبيه عن عمر بن الخطاب يتلونه حق تلاوته قال إذا مر بذكر الجنة سأل الله الجنة وإذا مر بذكر النار تعوذ بالله من النار وقال أبو العالية قال ابن مسعود والذي نفسه بيده إن حق تلاوته أن يحل حلاله ويحرم حرامه ويقرأه كما أنزله الله ولا يحره الكلمة عن مواضعه ولا يتأول منه شيئا على غير تأويله وكذا رواه عبد الرزاق عن معمر عن قتادة ومنصور بن المعتمر عن ابن مسعود وقال السدي عن أبي مالك عن ابن عباس في هذه الآية قال يحلون حلاله ويحرمون حرامه ولا يحرهونه عن مواضعه قال ابن أبي حاتم وروي عن ابن مسعود نحو ذلك وقال الحسن البصري يعملون بمحكمه ويؤمنون بمتشابهه ويكلون ما أشكل عليهم إلى عالمه أشكل نعم ويكلون ما أشكل عليهم ويكلون ما أشكل عليهم إلى عالمه وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبو زرعة قال حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا ابن أبي زائدة قال أخبرنا داود ابن أبي هند عن عكرمة عن ابن عباس في قوله يتلونه حق تلاوته قال يتبعونه حق ثم قرأ والقمر إذا تلاها يقول اتبعها قال وروي عن عكرمة وعطاء ومجاهد وأبي رزين وإبراهيم النخاعي نحو ذلك وقال سفيان الثوري أخبرنا زبيد عن مرة عن عبد الله بن مسعود زبيد 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 قال أخبرنا زبيد عن مرة عن عبد الله بن مسعود في قوله يتلونه حق تلاوته قال يتبعونه حق اتباعه قال القرطبي وروى نصر بن عيسى عن مالك عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله يتلونه حق تلاوته قال يتبعونه حق اتباعه ثم قال في إسناده غير واحد من المجهولين فيما ذكره الخطيب إلا أن معناه صحيح وقال أبو موسى الأشعري أشعري 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 قال يتبعونه حق تلاوته حق حق تلاوته وقال وقال أبو موسى الأشعري من يتبع القرآن يهبط به على رياض الجنة وفي قوله جل وعلا الذين آتيناهم الكتاب يعني اختلاف المراد بهم هل هم اليهود والنصارى أو هذه الأمة من الصحابة فمن بعدها الذين من صيغ العموم والصياقة تناول الجميع كل من أوتي الكتاب وأخذه بحقه تلاو حق تلاوته واتبعه حق اتباعه و حق التلاوة أن يؤتى بها على الوجه المأمور به حق التلاوة أن يؤتى بها على الوجه المأمور به من الترتيل والتدبر والانتفاع والاستنباط والعمل كل هذا مطلوب لأن القراءة على غير الوجه المأمور به من غير ترتيل ولا تدبر قد تحصل أجر الحروف لأن أجر قراءة الحروف كل حرب يعيش الحسنات على مجرد القراءة من قرأ حرفا من القرآن كان له بعيش الحسنات والقراءة قد حصلت لكن حق التلاو خير فالعلم فالعلم كله والهدى وانتفاع القلب والطمأنينة وزيادة اليقين كلها في حق التلاوة الذي هو القراءة على الوجه المأمور به هي التي تورث العلم فتدبر القرآن رمت الهدى العلم تحت تدبر القرآن ولكن من تعود الهد من تعود الهد والسرعة قد يصعب عليه أن يخالفه لكن عليه أن يوطن نفسه على هذا ولا مانع قد فعله بعض السلف أن يجعل له ختمة للحروف وختمة للتدبر يعني مثلا يجعل قراءة النهار مثلا لكسب الحروف والتدبر يجعله لقراءة الليل وقيام الليل وإلا من تعود الهد يصعب عليه تركه يصعب عليه جدا وهذا مجرب لكن على طالب العلم أن يجعل له قراءة لسيما في الليل إذا انتهت مشاغله وسكن الجو من حوله يقرأ في القرآن متدبرا له بنية العلم والعمل كما كان الصحابة رضوان الله عليهم يقرؤون القرآن فلا يتجاوزون العشر آيات حتى يعلموا ما فيها من علم وعمل وبهذا أدركوا وتفقه في القرآن وكثير من الناس يقرأوا القرآن ويفرغوا منه كأنه ما قال شيء والله يوم وجعل ختمة للتدبر مكث فيها عشرين سنة ولم يتمها مات قبل أن يتمها كأنه جعل لكل يوم آية واحدة كأنه جعل آية واحدة لكل يوم فتدبر يحتاج إلى وقت لكنه مع ذلك نفعه وجدواه أعظم نعم وين متكلم ترى شوف ما يساعد نعم يراجع التفاسير المختصرة لأن التفاسير المطولة يكون بيديه تفسير من التفاسير المختصرة التي تحل له الألفاظ بحيث أشكل عليه شيء يراجع هذا اللفظ القراءة في التفاسير المطولة تعوقها عن متابعة القراءة بالتدبر تقطع عليه التدبره ولا التفاسير المختصرة منها تفسير الشيخ أبي سعدي ولا تفسير الشيخ فيصل بن بارك وفيه تفاسير معاصرة نافعة نعم وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه هم الذين إذا مروا بآية رحمة سألوها من الله وإذا مروا بآية عذاب استعاذوا منها هذا من نتائج التدبر من نتائج التدبر أنه يفرق بين ما تحويه الآيات نعم قال وقد روي هذا المعنى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا مر بآية رحمة سأل وإذا مر بآية عذاب تعوذ هذا محفوظا عنه في الصحيح في صلاة الليل وإختلف أهل العلم هل يفعل ذلك في الفرائض يعني هل يفعل مثل هذا في الفرائض اقتداء به عليه الصلاة والسلام منهم من يقول يقتصر فيه على صلاة الليل لأن النبي عليه الصلاة والسلام ما حفوظ عنه أنه فعل ذلك في الفرائض بعضهم يقول عدم النقل لا يعني عدم الثبوت وإذا ثبت في النافل ثبت في الفرائض نعم ها هاي يسأل لكن بينه بين نفسه في النافلة والفرائض فيها القلاف نعم وقوله أولئك يؤمنون به خبر عن الذين آت إلاهم الكتاب يثلونه حق ثلاوته أي من أقام كتابه من أهل الكتاب المنزلة على الأنبياء المتقدمين حق إقامته آمن بما أرسلناك به يا محمد كما قال تعالى ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم الآية وقال قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيم التوراة حتى تقيم التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم أي إذا قمتموها حق الإقامة وآمنتم بها حق الإيمان وصدقتم ما فيها من الأخبار بمبعث محمد صلى الله عليه وسلم ونعته وصفته والأمر باتباعه ونصره ومؤازرته قادكم ذلك إلى الحق واتباع الخير في الدنيا والآخرة كما قال تعالى الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل الآية وقال تعالى قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا أي إن كان ما وعدنا به من شأن محمد الذي يتلو كتابه حق ثلاوته ويحقق معنى حق لا بد أن يقوده ذلك إلى أن يؤمن بما وصف له في كتابه أو بمن وصف له في كتابه وهو محمد عليه الصلاة والسلام وإذا لم يتحقق له هذا الأمر فحق التلاوة لم يتحقق نعم أي إن كان ما وعدنا به من شأن محمد صلى الله عليه وسلم لواقعا وقال تعالى الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله مسلمين أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا ويدرؤون بالحسنة السيئة ومما رسقناهم ينفقون وقال تعالى يؤتون أجرهم مرتين لأنهم آمنوا برسلهم وأنبيائهم وآمنوا بنبينا محمد عليه الصلاة والسلام كما جاء بالحديث الصحيح كذلك العبد إذا أدى حق الله وحق مواليه له أجران وكذلك من كانت له جارية فأدبها وعلمها وأحسن تأديبها ثم تزوجها ثم اعتقها وتزوجها نعم وقال تعالى وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد ولهذا قال تعالى ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون كما قال تعالى ومن يكفر به ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده وفي الصحيح والذي نفسي بيده لا يسمع به أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا دخل النار يعني من أمة الدعوة من أمة الدعوة ما مات الإجابة ليس فيها يهودي ولا نصراني نعم وين لا وغيرهم من بابي أولا لا وخرج من هؤلاء يعني لو بيستثنى أحد يستثني هؤلاء ها بلا شك نعم قوله تعالى يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون قد تقدم نظير هذه الآية في صدر السورة وكررتها هنا للتأكيد والحث على اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم النبي الأمي الذي يجدون صفته في كتبهم ونعته واسمه وأمره وأمته فحذرهم من كتمان هذا وكتمان ما أنعم به عليهم وأمرهم أن يذكروا نعمة الله عليهم من النعم الدنيوية والدينية ولا يحسدوا بني عمهم من العرب على ما رزقهم الله من إرسال الرسول الخاتم منهم ولا يحملهم ذلك الحسد على مخالفته وتكذيبه والحيدة عن موافقته صلوات الله وسلامه عليه دائما إلى يوم الدين العرب أبناء عم بالنسبة لليهود والنصارى لأن العرب من ولد إسماعيل وأولئك من ولد إسحاق نعم هناك بعض التكسير تقول لا أصدق اسمه لا يخبر منه عدد منه تنفع شفاع هذا في النفس هناك في الآية الثانية يشفع في غيره هنا يقول التكسير في الرئيسة إذا كنا هنا أخطأ التكسير قال علينا أن شيء شلون شلون الأخطأ؟ يعني الآية تتحدث عن النفس وآية تتحدث عن شفاع بغيره أيوم مصقر لا يقبل منه عدل ولا تنفعها شفاع النفع لمن؟ للنفس وهنا هناك الدخل لغيره اللفظ واحد اللفظ واحد تقديم وتأخير تقديم وتأخير ولا لفظ واحد ما في فرق نعم قوله تعالى وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين يقول تعالى منبها على شرف إبراهيم خليله عليه الصلاة والسلام وأن الله تعالى جعله إماما للناس يقتدى به في التوحيد حينما قام بما كلفه الله تعالى به من الأوامر والنواهي ولهذا قال وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات أي واذكر يا محمد لهؤلاء المشركين وأهل الكتابين الذين ينتحلون ملة إبراهيم وليسوا عليها وإنما الذي هو عليها مستقيم فأنت والذين معك من المؤمنين اذكر لهؤلاء ابتلى الله إبراهيم أي اختباره له بما كلفه به من الأوامر والنواهي فأتمهن أي قام بهن كلهن كما قال تعالى وإبراهيم الذي وفى أي وفى جميع ما شرع له فعمل به صلوات الله وسلامه عليه وقال تعالى إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه وهداه إلى صراط مستقيم وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين وقال تعالى قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين وقال تعالى ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين وقوله تعالى بكلمات أي بشرائع وأوامر ونواهي ومن أعظمها تحقيق التوحيد والبراءة من الشرك وظهر هذا في إبراهيم جليا عليه السلام واستعاذ بالله جل وعلا ودعاه أن يجنبه عبادة الأصنام وجنبني وبني أن نعبد الأصنام مع أنه هو الذي كسر الأصنام ما يدل على حرصه الشديد على البراءة من الشرك تخلص منه ودعا لبنيه أن يكون مثله ولذا قال جاء عن إبراهيم التيمي رحمه الله أنه كان يقول ومن يأمن البلاء بعدك يا إبراهيم إذا كان إبراهيم الذي كسر الأصنام وهو الأمة القانت الحنيف الخليل يدعو الله جل وعلا أن يجنبه عبادة الأصنام فمن غيره من باب أولى يجب أن يكون الإنسان خائفا أشد الخوف أن يزاول شيئا من الشرك سواء كان كبيرا أو صغيرا وأن يبرأ منه وأن يدعو الله جل وعلا أن لا يشرك به وهو يعلم وأن يغفر له ما لا يعلم والشرك أخفى من دبيب النمل في هذه الأمة فعلى الإنسان أن يحرص شد الحرص على تحقيق التوحيد لأنه رأس المال إذا لم يتحقق التوحيد ما نفعت الأعمال الأخرى الله مستعى دعم فإن الكلمات تطلق ويراد بها الكلمات القدرية كقوله تعالى عن مريم عليه السلام وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين وتطلق ويراد بها الشرعية كقوله تعالى وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته أي كلمة المؤلف مصنف رحمه الله يقرأ بقراءة الجمهور بالجامع لا بالإفراد بالجامع لا بالإفراد لأنه على قراءة نافع وليس على قراءة حفص عن عاصم ولكن الذين يطبعون الكتب يتصرفون وهذا خطأ حتى في تفسير القرط بقراءته غير القراءة التي طبعت مع تفسيره وهذا يوجد حيرة عند القارئ مطبوع غير الذي يفسره المؤلف وإن كان الاختلاف في كلمة سيرة زيادة حرف ونقص حرف لكن الأصل أن يطبع المتن الموافق للشرح الموافق للشرح قلنا مرارا مثل هذا في فتح الباري لأن الحافظ اعتمد على رواية أبي ذر وأشار إلى ما عداها والذين طبعوا المتن مع الشرح طبعوا على غير هذه الرواية فتجد الحافظ يقول قوله كذا يأتي بكلمة أو جملة من المتن ولا توافق المتن المشروح المطبوع مع الشرح يكون هناك حيرة واضطراب وهذا كله من شؤم التصرف في كتب أهل العلم فمن أراد أن يطبع متنا لا يوجد أصله في الكتاب المشروح الشرح في الشرح أو ومن باب أولى إذا كان موجودا وغير هذا أشد نعم يقول الشيخ أحمد شاكر رحمه الله قراءة حمزة والكساء وعاصم الذي حفظ أحد رواته كلمة بالإفراد وقرأ باقي العشر كلمات بالجمع وهي التي أثبتها الحافظ المؤلف هنا أفسرها بمعنى الجمع وتمت كلمات ربك صدقا وعدلا أي كلماته الشرعية كلماته الشرعية والمثبت في التفسير مفردة على غير ما يعتمده الشيخ المفرسر رحمه الله من قراءة وغيرت يقول وهي التي أثبتها الحافظ المؤلف هنا وفسرها بمعنى الجمعي وكذلك ثبتت في المخطوطة الأزهرية خطوطة الأزهرية هي أقدم نسخة من التفسير أقدم نسخة من التفسير وهذه في مناسبات كثيرة وفي دروس متعددة أشرنا إليها أقدم نسخة من التفسير وأصح لكن الشيخ محمد رشيد رضا ذكر أنها نسخة سيئة ولا يعتمد عليها والشيخ أحمد شاكر يقول هي أصح النسخ وأقدم النسخة فرق بين الكلامين الشيخ أحمد شاكر ينظر إلى الواقع الموجود فيها أصح ما في التفسير والشيخ رحمه الله صور هذه النسخة وفي سبع كبار صورها وجلدها في أربعة عشر جزءاً ورقم آثارها وأحاديثها والحمد لله هذه النسخة آلت إلي يعني بعد تصوير الشيخ وترقيمه وعنايته بها الشيخ محمد رشيد رضا رماها بأنها أسوأ النسخة لماذا؟ لأن الحافظ بن كذير رحمه الله أضاف إليها إضافات الآن النقل اللي مر عن القرطبي ما هو موجود في الأزهرية ليش؟ لأن المفسر رحمه الله بعد أن اكتمل التفسير في النسخة الأزهرية أخذ يضيف في عرضات قادمة نقول عن الطبري وعن الرازي وعن الزمخشري وعن القرطبي نقول في ثلاث أسطر أو أربعة في كثير من المواضع وهي غير موجودة في الأزهرية والشيخ رشيد رحمه الله يرى أن هذه أسقاط وخلل في ما عرف حقيقة الأمر ولكن ينبغي أن يعتنى بها والزوائد تكتب وتلحق ويقتني طالب العلم أكثر من نسخة والنسخة الأزهرية هذه يمثلها طبعة الشعب ويموجودة متداولة في الأسواق مخوذة بحروفها من الأزهرية ثم بعد ذلك يضيف إليها نسخة أخرى من أجل هذه الزيادات التي ألحقها ابن كثير في الكتاب بعد ذلك سم أي كلماته الشرعية وهي إما خبر صدق وإما طلب عدل إن كان أمرا أو نهيا ومن ذلك هذه الآية الكريمة وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن أي قام بهن قال إني جاعلك للناس إماما أي جزاء على ما فعل كما قام بالأوامر وترك الزواجر جعله الله للناس قدوة وإماما يقتدى به ويحتذا حذوه وقد اختلف العلماء في تفسير الكلمات التي اختبر الله بها إبراهيم الخليل عليه السلام فاروي عن ابن عباس في ذلك روايات فقال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال ابن عباس ابتلاه الله بالمناسك وكذا رواه أبو إسحاق السبيعي عن التميمي عن ابن عباس وقال عبد الرزاق أيضا أخبرنا معمر عن ابن طاوس عن أبيه عن ابن عباس وإذ ابتلا إبراهيم ربه بكلمات قال ابتلاه الله بالطهارة خمس في الرأس وخمس في الجسد في الرأس قص الشارب والمغمضة والاستنشاق والسواك وفرق الرأس وفي الجسد تقليم الأظهار وحلق العانة والختان ونتف الإبط وغسل أثر الغائط والبول بالماء قال ابن أبي حاتم ورهي عن سعيد بن المسيب ومجاهد والشعبي والنخعي وأبي صالح وأبي الجلد نحو ذلك قلت وقريب من هذا ما ثبت في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عشر من الفطرة قص الشارب وإعفاء اللحية والسواك واستنشاق الماء وقص الأظهار وغسل البراجم ونتف الإبط وحلق العانة وانتقاص الماء قال مصعب ونسيت العاشرة إلا أن تكون المضمضة قال وكيع انتقاص الماء يعني الاستنجاء وفي الصحيحين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الفطرة خمس الختان والاستحداد وقص الشارب وتقليم الأظهار ونتف الإبط ولفظه لمسلم وقال ابن أبي حاتم أخبرنا اختلاف بين هؤلاء في المراد بالكلمات هل هي المناسك أو سنن الفطرة هذه من أفراد الكلمات منها وليست كلها وليست كل الكلمات فإبراهيم ابتلي بشريعة بأوامر ونواهي كاملة من التوحيد فما دونه ومن الشرك فما دونه شريعة كاملة تمثل هذه الكلمات وهذه أمثلة قد يكون إبراهيم عليه السلام تفرد بشيء منها أو ابتدأ شيء منها أو ابتدأ شيء منها على يديه فنسبت إليه وإلا في شريعة إبراهيم ما هو أعظم من هذه الأمور لكنه مشترك بين جميع الرسل في تفسير المنار نقلا عن محمد عبده كلام كأنه يقول أن التفسير بسنن الفطرة التي ذكرت هنا لا يتجه أن يكون هو المطلوب بالكلمات أو المقصود بالكلمات ولو كلامه في هذه المسألة بعيد العهد جدا فلعل بعض الأخوان يحضروا في الترسل القادم بتفسير المنار يعني في آخر المجلد الأول نعم وقال ابن أبي حاتم أخبرنا يونس بن عبد الأعلى قراءة أخبرنا ابن وهب قال أخبرنا ابن لهيعة عن ابن هبيرة عن حنش بن عبد الله الصنعاني عن ابن عباس أنه كان يقول في هذه الآية وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات إننا في تفسير هذه الآية هو المقصود مقصود في تفسيرها هو واضح نعم وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال عشر ست في الإنسان وأربع في المشاعر فأما التي في الإنسان حلق العانة ونتف الإبط والختان وكان ابنه غيرة يقول هؤلاء الثلاثة واحدة وتقليم الأظهار وقص الشارب والسواك وغسل يوم الجمعة والأربعة التي في المشاعر والطواف والسعي بين الصفا والمروة ورمي الجمار والإفاظة وقال داود بن أبي هند عن عكرمة عن ابن عباس أنه قال ما ابتلي بهذا الدين أحد فقام به كله إلا إبراهيم قال الله تعالى وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قلت له وما الكلمات التي ابتلى الله إبراهيم بهن فأتمهن قال الإسلام ثلاثون سهما منها عشر آيات في براءة التائبون العابدون الحامدون إلى آخر الآية وعشر آيات في أول سورة قد أفلح المؤمنون وسأل سائل بعذاب واقع وعشر آيات في الأحزاب إن المسلمين والمسلمات الآية إلى آخر الآية فأتمهن كلهن فكتبت له براءة قال الله وإبراهيم الذي وفى هكذا رواه الحاكم وأبو جعفر بن جرير وأبو محمد بن أبي حاتم بأسانيدهم إلى داود بن أبي به وهذا لفظ بن أبي حاتم وقال محمد بن إسحاق عن محمد بن أبي محمد عن سعيد أو عكرمة عن ابن عباس قال الكلمات التي ابتل الله بهن إبراهيم فأتمهن فراء فراق قومه في الله حين أمر بمفارقتهم في قوله وعتزلكم ما تدعون من دون الله هذه عزلة والعزلة شرعية لأسيما إذا خشي الإنسان على دينه شرعية وجاءت فيها أحاديث صحيحة يوشك أن يكون خير مال خير مال المسلم غلى من يتبع بها شعف الجبال يفر بدينه من الفتن ومحاجته نمرود في الله حين وقفه على ما وقفه عليه من خطر الأمر الذي فيه خلافه وصبره على قذفه إياه في النار ليحرقوه في الله على هول ذلك من أمرهم والهجرة بعد ذلك من وطنه وبلاده في الله حين أمره بالخروج عنهم وما أمره به من الضيافة والصبر عليها وما له وما ابتلي به من ذبح ابنه حين أمره بذبحه فلما مضى على ذلك من الله كله وأخلصه للبلاء قال الله له أسلم قال أسلمت لرب العالمين على ما كان من خلاف الناس وفراقهم وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبو سعيد الأشج قال حدثنا إسماعيل بن علية عن أبي رجاء عن الحسن يعني البصري وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات هذا من تقديم المفعول على الفاعل وهذا شايع وإن كان المتأخر يجتمل على ضمير يعود إلى المتقدم لكنه إن تقدم في الرتبة تأخر في الرتبة في اللفظ إلا أنه متقدم في الرتبة نعم يعني إبراهيم ربه هو الفاعل ويجتمل على ضمير يعود على متأخر في الرتبة متقدم في اللفظ وشاع نحو خاف ربه عمر وشذ نحو زان نوره الشجر فإذا عاد الضمير على متأخر لفظاً ورتبة شذ التركيب كان التركيب شاذاً نعم قَالَ ابْتَلَاهُ بِالْكَوْكَبِ فَرَضِيَعًا وَابْتَلَاهُ بِالْقَمَرِ فَرَضِيَعًا وَابْتَلَاهُ بِالشَّمْسِ فَرَضِيَعًا وَابْتَلَاهُ بِالْهِجْرَةِ فَرَضِيَعًا وَابْتَلَاهُ بِالْخِتَالِ لأنه تبرأ منها كلها تبرأ من الكوكب تبرأ من القمر وتبرأ من الشمس ووجه وجهه إلى الله جل وعلا نعم وابتلاه بالختان فرضي عنه وابتلاه بابنه فرضي عنه وقال ابن جرير نعم اختتا امر بالختان فاختتا بالقدوم وعمره ثمانون سنة نعم وقال ابن جرير حدثنا بشر بن معاذ قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد عن قتادة قال كان الحسن يقول اي والله ابتلاه بأمر فصبر عليه ابتلاه بالكوكب والشمس والقمر فأحسن في ذلك وعرف أن ربه دائم لا يزول فوجه وجهه هذه كلها أفلت أنه غابة زالت نعم فوجه وجهه للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما كان من المشركين ثم ابتلاه بالهجرة فخرج من بلاده وقومه حتى لحق بالشام مهاجرا إلى الله ثم ابتلاه بالنار قبل الهجرة فصبر على ذلك وابتلاه الله بذبح ابنه والختان فصبر على ذلك وقال عبد الرزاق أخبرنا معمر عن من سمع الحسن يقول في قوله وإذ ابتلا إبراهيم ربه بكلمات قال ابتلاه بالكوكب قال ابتلاه الله بذبح ولده وبالنار والكوكب والشمس والقمر وقال أبو جعفر بن جرير حدثنا بن بشار قال حدثنا سلم بن قتيبة قال حدثنا أبو هلال عن الحسن وإذ ابتلا إبراهيم ربه بكلمات قال ابتلاه بالكوكب وبالشمس والقربة فوجده صابرا وقال العوفي في تفسيره عن ابن عباس وإذ ابتلا إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن فمنهن قال إني جاعلك للناس إماما ومنهن وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ومنهن الآيات في شأن المنسك والبقاء الذي جعل لإبراهيم ومحمد بعث في دينهما وقال ابن أبي حاتم حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح قال حدثنا شبابة عن ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله وإذ ابتلا إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال الله لإبراهيم إني مبتليك بأمر فما هو قال تجعلني للناس إماما قال نعم قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين قال تجعل البيت مثابة للناس قال نعم قال وأمنا قال نعم قال وتجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا ومن ذريتنا أمة مسلمة لك قال نعم قال وترزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله قال نعم قال ابن أبي نجيح سمعته عن عكرمة فعرضته على مجاهد فلم ينكره وهكذا رواه ابن جرير من غير وجه عن ابن أبي نجيح عن مجاهد وقال سفيان الثوري عن ابن أبي نجيح عن مجاهد وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال ابتلي بالآيات التي بعدها إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين وقال أبو جعفر الرازي عن الربيع ابن أنس وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال الكلمات إني جاعلك للناس إماما وقوله وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا وقوله واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وقوله وعاهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل الآية وقوله وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل الآية قال فذلك كله من الكلمات التي ابتلي بهن إبراهيم وقال السدي الكلمات التي ابتلى بهن إبراهيم ربه ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك وقال القرطبي وفي الموطأ وغيره عن يحيى بن سعيد أنه سمع سعيد بن المسيب يقول إبراهيم عليه السلام أول من اختتن وأول من ضاف الضيف وأول من استحد وأول من قلم أظهاره وأول من قص الشارب قف قف لكلام القرطبي اللهم صلي على محمد هذا كله من الأمثلة التفسير بالمثال والاختلاف فيه من باب اختلاف التنوع ولا تعارض بينها ولا تناقض وقد تكون كلها مرادة ترجمة نانسي قنقر